احنا كنا عملنا فيديو قبل كده اتكلمنا فيه على بدائل او اكتر من طريقة تقول بيها شكرا باللغة الانجليزية الفيديو ده حتلاقوه في الديسكريبشن تحت وبعد كده انتوا عملتوا تعليقات وبعدتوا ميسجز وساحتونا من النوم وكلمتونا في التليفون عاوزين تعرفوا ازاي نرد على باكتر من طريقة مختلفة او الحد اللي بيقولك شكرا ده ازاي ترد عليه بالانجليش باكتر من طريقة مختلفة وده اللي نجيبه لك في الفيديو بتاع النهارده ها مبسوطين يلا بين نبتدي مع بعض اول كلمة معانا وحنا كلنا عارفينها وهي بس انا جايب لك بدائل لها ممكن تقول معناها فصحة شوية معناها ايه على الرحب وعا الساعة يعني مش عارف ساعة ايه ورحب ايه تباين بس هي ده معناها يعني فنخش علي بعده بقى نخش بقى في الشغل البجد اول بديل اللي هو يعني لا شكر على واجب انت مش محترك تشكرني تاني حاجة معانا لو عاوز تشكر واحد صاحبك بتقوله بالانجليش يعني الصحاب دايما بيعملوا كده مع بعضيهم او الصحاب لبعضيهم بس ده في موقف لو واحد صاحبك او واحد معرفة هو اللي عمل معاك الحاجة كويسة دي وبيقولك شكرا تالت بديل معانا هو يعني انه لمن سعادتي ومن سروري يعني ده انت سبب فرحتنا والله في حدي بيقولك شكرا تقوله عندنا كمان يعني انا مبسوط ان انا بساعدك ممكن كمان لمن حد يقولك شكرا بالانجليش او تقوله في اي وقت انا معاك في اي حاجة جاي معاك في اي حاجة احنا بس نحب نخدم يعني في اي وقت اوكي صحينا من النوم واحنا تحت امرك بهدلنا في الشرع واحنا تحت امرك ومن صحاب اليوم ايه غيرك يعني بعض يوم غير كده يعني اوكي عندنا كمان يعني ما حصلش حاجة ما فيش اي حاجة لما واحد يقولك شكرا تقوله اه that's nothing يعني الموضوع مش مستاهل انت فاهم that's nothing اخر حانا معانا لو واحد قالك thanks او شكرا بالانجليش او باية طريقة ممكن ترد علي وتقوله sure بالتأكيد يعني تحت امرك فيوات اوكي او دايما تحت امرك sure sure لو استفدتم الفيديو كالعادة انت عارفتها تهم لي share بقى او like that's all وخلينا نشوفكم على خير شكرا